سيكون هنا ضيف مميز من ضيوفنا لهذا الصباح الفنان علي المهندس صباح الخير صباح الخير أكيد وكيد في العام منتبالف خير إن شاء الله علينا وعلى كل العراقيين وعلى قناة سامراء الغالية صباح الخير علي صباح النور في العام منتبالف خير يا غالي صباح الخير مصطفى سونك بداية علي أريد تعرفنا عن نفسك ومين بدت موهبتك أكيد الفنان علي المهندس موالد 1981 والله انطلقت الموهبة أكيد من الزغر يعني من عمر 15 سنة 16 اكتشبت هذه الموهبة وبديت يعني أكرسها مثل ما يقول كانت بداياتي أناشيدة يعني أناشيد تواشيح اسلامية كذا هاي الأمور وبعدين اتجهت للفن لأن شنو السبب إحنا عائلة فنية أخواني عاسفين كمان اثنين مهدي وجمعة فمن خلال ذلك يعني قمت أستشيرهم وأسألهم عن هاي كذا مقامات تعلمت من يومهم طبقات الصوت وهذه الأمور الخاصة بأمور الفن أكيد يعني حبيت الفن يعني الفن رسالة حلوة رسالة لكل بلدان العالم وجميع الدول العالمية أكيد رسالة سامية طيب علي اليوم شون شفت الوسط الفني من شعراء وملاحنين وموزعين بالتعامل مع الفنانين للشباب اللي نقدر نقول توهم ببداية مشوارهم والله استاذ العزيز يعني تعرف كل واحد إلي اسلوب الخاص وإلي تعامل الخاص سواء كان فنان أو كان شاعر وكان منتج أو كان يعني صاحب منافضائية فتعرف بالأمن الأخير يعني أكو مواهب عندنا هواية ومحد ما اكتشفها أكو مواهب موجودة يعني ما إليها ما مصلط عليها الضوء من خلال يعني قناتكم وأي قنات أكو هواية يعني فنانين بحاجة إلى تسليط الضوء عليهم يعني تعرف أنت لأن ما عند دعم مادوي أو معنوي وهاي الأمور كلها يعني تتطرق إلى الشعراء والمنتجين كلهم كون يعني يلتفتون لهاي المواهب الحلوة وبالتالي يصبون مصاب جميل الفن العراقي أكيد أسمع فتشي من عندك بداية صباحنا اليوم الحلوة أكيد صباح العيد أكيد خلية اسمعك فتشي أكيد نغنى موعل للشاعر الجميل الراحل جبار رشيد الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الناس متانية وتحسب يجي العيد وانت العيد لي وجيتك اهلا الناس 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 متانية وتحسب يجي العيد وانت العيد لي وجيتك اهلا ام حضرين الشمع والثوب الجديد الناس بكيف ناس افراح اشكان وانت المع تجي وشلو نعيد لا ترضى تمر لا تود مرسال مرسال صفة روحي روحي صفة روحي حمامة وكلها للصيد اش يطيرن بضباب القلت والقال تعالوا خلي نخل اليد باليد وعيد حتى لو بهدوم الاسمار يا والي يا والي يا والي يا والي احلفك بالمحبة وعشرة وياك تحل ايامنا وترجع علينا حبيب وداتك من يوم فرقاك من قد الباجي بعدك عيمانا خطيئة الروح بس تريد ملقاك تتاني اليام تحت انت تجي من القلل來 من قلل لك قدرنا بيوم ايك من قلل يا والي any سب يوم دين حبيب وداتك من يوم فرقاك من قد الباجي بعدك عمان حبيب وداتك من يوم فرقاك من قد الباجي بعدك عمان ريث النجم وندور نضوي باسمك دلالي شفت ما ذكرك بينا ديشوف اشرع عمر الكسر اجفاك اجرى جوه اخذ كل السفينة مثل نجم وندور نضوي باسمك دلالي شفت ما ذكرك بينا ديشوف اشرع عمر الكسر اجفاك اجرى جوه اخذ كل السفينة رغم هجرك حبيب القلب وافاك ترى الغيرك ولا مدت ايدانا قلب المعصوب صدق بلياك اذكر طيبتك واذكر حاني حبيب وداتك من يوم فرقاك من قد الباجي بعدك عمان حبيب وداتك من يوم فرقاك من قد الباجي بعدك عمان موسيقى الله عليك الله عليك حبيبي على احساسك وعلى صوتك صراحة صوتك كلش احساس ومعوعة علي اريد اعرف اليوم الصعوبات اللي واجهت اي فنان شركات الانتاج والتعاقد مع شركات الانتاج احنا تشوف اليوم بعض الفنانين واجهتهم بعض الصعوبات ومشاكل من حلال العقود واجهتهم ايش مشاكل بمشوارك؟ والله اكيد هذا البرنامج اول شيء كلش ضروري ومهم نحكي به صحي يعني تعرف بعض هاي الامور يكون بها عقد من الجانبين وبيها شروط جزائية فاكو ناس يعني من غير دراية توقع على هذا العقد وبيه شروط جزائية فهو يشوف نفسه ماما هي لهاي الامور وبعض الناس انظلمت بهاي الامور انا واحد من الناس وقعت ببداياتي وهي الرماس يعني سنة كاملة من بعد توقيع العقد ما استفادل شيش في نفسي يعني بس موعد ورا موعد ورا موعد ورا موعد ورا موعد ورا موعد ورا موعد وماكو يعني صراحة فتعرف انت المنتجين مو كل واحد ينصحوا اياك مرات يريد مصلحته وبس اكو بهم مع الترامات البقية يعني ما اريد اطعم بالكل وكو ناس لا تحب يعني الضيف اكيد وتحب يعني بانه الساعد يحب من خلال هذا الباب ومن خلال هذا الشي يساعد ويحب يوقف مع الناس وموهبة يعني يقدر بانه يشوف نفسه يساعد هاي الموهبة المعينة ويوصلها لكذا يعني امر حتى عندنا برامج يعني مثل ما عندك اراق ايدل يعني انا واحد من اصري تقدم هالبرنامج يعني تعرف التعلامين وهكذا الامور تفيد صح تفيد اليوم احنا ناس قليلين احنا التصوير وقليلين بينه والاعتماد على نفسنا لان تعرف التهمو كل واحد مرات يعني يقدر يدعم نفسه بنفسه من لا شيء صح لازم اكو شي يسانده وكو شخص يسانده فقالوا الواقع العمر يعني ما انا اتفاجأت به كامر يعني شوان يعني يعني ايش امر من ناحية العمر ليش شنو يعني الفن ما بي عمر معين ولا يعني الفن الى ما لا نهاية والفن بحر كل ما واحد يحس نفسه بانه يعني كامل كمال لله يعني بعد يحس نفسه بداية الطريب وانت تعرف هاي الاشياء صح صح طيب علي اكثريات الفنانين اليوم دا يلتجؤون الى النوادي الليلية برأيك يعني شنو هذا السبب ليش والله السبب الرئيسي بانه وقتلك هو هايش حاله راح يعتمد على نفسه من ناحية يصور يضيف النفس شيء اعلاميا فلازم هذا يعتبره مردود باب عمله ومردود مادي يجي من يمه من خلاله فماعد نحن الشركة اللي فديوم تدعم الفنان ويصور لو ينتج له يعني خلال او يقابلها شيء مثلا بسيط يقدر يقدر علي الفنان معين اوك شروط تعجيزية صراحة عقد فلاني مثلا خمس سنوات من خلال هاي الخمس سنوات بانه انت تحت امرتهم وتحت اطار بانه مثل ما يقول هو يجيبك منه وعدك منه مسير وليس مخير فمن ناحية الشغل الليلي او الملاهي الليلية يعني صراحة بانه اعتبرها هو باب رزق الاغلبية ما عندي يعني ما زر رزق ثاني وثاني يعني قلت لش يعني من ناحية الانطلاق يعني يقدر يعني ينتج النفس ويصور النفس هذا الشيء طيب علي اليوم احنا راح نستغلت بما نماريب على راسي على راسي انا خادم اكم وخادتك القناة السامرة فسمعنا شيء على ذوقك على ذوق يعني شيء تراثي قديم كيف؟ يعني شيء يعني نسو كردلا لا بيمول تعال من السفر كاف من الفراق قلت يوم وين لكن صار ان سنين ما هزك حنين بيوم تشتاك ولا قلبك يسيلك صاحبك وين انا لجيتك حبيب هوايا مشتاك ولك بالقلب شاي الحم جاني يريد اشبك يروح بروحك شبان وريد انقلب كل الشافتك عين موسيقى 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 شلونه والله زمان فارغان عيونه خبروني عنا شلونه خبروني عنا شلونه هو حبيبي شلونه والله زمان فارغان عيونه خبروني عنا احمّتلي دمعات علخده واليحبّه صار ضده احمّتلي دمعات علخده واليحبّه صار ضده ياوالي 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 يوالي مفارق حبيب الله الله يكون بعونه خبروني عنا شلونه الله يكون بعانا خبروني عنا شلونا يلا صبقا يا صبقا باول انتظار سنين بدموع واسي العين مليت صبر الروح والصبر اجيب منين طال انتظار سنين بدموع واسي العين مليت صبر الروح والصبر اجيب منين حاير انا وقلبي محبوب شو ضدي حاير انا وقلبي محبوب شو ضدي يا والا يا والا يا والا يا والا لن فارق حبيب الله الله يكون بعانا خبروني عنا شلونا الله يكون بعانا خبروني عنا شلونا موسيقى بعدها ما صار الصدق وانسيتني مر اشتع المر انت في خليتي بعدها ما صار الصدق وانسيتني مر اشتع المر انت في خليتي ما عندي غيرك اشتكيله يا خليتي بلطان جي تصورك حبيتي بلطان جي تصورك حبيتي نه دعونا بدينا يا هوى خطواتنا مره فرح مره حزن غنواتنا دعونا بدينا يا هوى خطواتنا مره فرح مره حزن غنواتنا بيدك طفيت شموعنا بلايا سبب انا بديت واني اتفعل ثمن بيدك طفيت شموعنا بلايا سبب احنا انتهينا وبعد مايفيد العتل يا صاحب انجوم الظهر راواتي يا صاحب انجوم الظهر راواتي عاش حقير عاش عاش صادق على راسي حيوني على راسي مبدع وكلمة صوت راقي يا رالي الله يسلم علي اريد اسألك ويا منو تعاملت من الشعراء والملحنين والموزعين باعمالك عندي عاملة مصورة بالالفين وسبعة عاش بمصر معروض عن رماس الشعر علي الجبور تحياتنا الى تحياتنا الى الملحن همام حسن التوزيع رائد جوزي عندي عامل ثانها من السهل توزيع رائد جوزي والحان همام حسن يعني عدى عملهم صورات وعنده ثالث عمل يعني بالالفين وستعاش قبل هذا ولكلهم انتاج الرماس انعرض على اغاني نباقتها ما عرضتها عن الرماس صورتها بتركيا كلمات الشعر المبدع اكيد كلمات صباحة الكلمات صباحة الشعر لا تحياتنا بالالفين وستعاش مهند العزاوي تحياتنا الى مهند العزاوي والحان فهد الشوق هلو هي راه يزالي والله لا شعره ماكزه على أخوين علي دعرف اليوم بعض الشباب الملاحنين والشعراء بداية المشوار لفنان شوف يلاقي بعض الصعوبات من ناحية كتابة الشعر اذا كان شاعر وذا كان مطرب برأيك اليوم البرامج اللي تعرض حاليا مثل عراق ايدل وذا فويز تطور من الفنان الشاب تعينه بمشواره ام فقط هو يروح يشارك وما حاله في الحظ يرجع ينسى موضوع الفن والغنى والله هو قلت لك يعني كل إنسان وتفكيره وطريقة عمله وهدفه الأساسي اكو ناس بانه هدفه الرئيسي بانه موضوع الشهرة يعني تختصر له مثل ما تقول نص شغط احنا نقولها بالعامية واكو بانه ناس تطلع من هاي البرامج تنسي ماكو يعني يجوز تم لاحطوا هاي البرامج مو على الصعيد العراقي على الصعيد العربي اكو ناس بانه يعني اتطور نفسه شوف نفسه بانه انت شاركت بالبرنامج اضيف النفسي من الناحية اكيد ملاحينين كبار موجودين توزيع اه من ناحية اغاني يعني يجوز ما حاله في الحظ منه او ما صاير لمثلا الفرصة يغنيها يغنيه امامه طيب علي اليوم ويمنه تطمح انه تعمل المستقبل مع شاعر مع ملاحين والله انا صراحة انطمع اطمح ويكل اهه والله صراحة يعني يعني صراحة الحوار ويقعني مو كل شغلو سريع الوقت ويقعني اشكرك يا حبيبي اكيد طيب علي اريد نسمع اخر شي ختامية اريد حايرة 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 اكيد صوت موال سوي موسيقى 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 تعالوا نصفيل بينك وبيني وبعد هرجوك لتحاول تجيني إذا مرك دمع وبشيت فدي يوم ادموا عك ردت بيهن تشتريني تجيني تقاسب محبتك حلوياي وعلى أصغر مواقف تبجيني تعالوا كل طرف يحكي لي يريدك ونمحا ثار حبنا وما نعيده وما أندم على مكان رايح أنا خسرتك صدق بس أنا رابح وذا متماين إنك عني صديت صدق باتر مدنك تجيني حايرة وشوق بين عيونك خايفة تحبين ويلومونك حايرة وشوق بين عيونك خايفة تحبين ويلومونك وشوق بين عيونك خايفة تحبين ويلومونك وشوق بين عيونك خايفة تحبين ويلومونك محتار انتي وحيرتي نويات لاش تحزني ولا فرحت بملقات محتار انتي وحيرتي نويات لاش تحزني ولا فرحت بملقات باقية من الصدر بمحتارة ما تعرفين هذا العاشق واسرارة ضالة من الصدر بمحتارة ما تعرفين هذا العاشق واسرارة ويه السهر ذبن سوا دعونك خايفة تحبين ويلومونك ويه السهر ذبن سوا دعونك خايفة تحبين ويلومونك شكراً إليك وعش تيدك الله عليكم عيوني نوارتنا علي اليوم النور لكم ومفجودكم شكراً إليك نتمنى لك كل موفقية شوفك نجم عالم شكراً إليك علي نتمنى لك كل توفيق إليك ولمصطفى العازف إن شاء الله نجم عربي شكراً إليك شكراً إليك